موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد في مروية عن مولانا أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه أنه قال اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحان في الأيام وفي الحياة الدنيا هناك فرص دنيوية وأخروية من الفرص الأخروية هي فرصة شهر رمضان المبارك كيف نغتنم فرصة شهر رمضان للدين والدنيا هذا ما يسلط الأضواء عليه برنامج الدين والدنيا لهذه الحلقة بصحبة ضيفنا المتخصص البحث الإسلامي الشيخ الدكتور نور السعدي ورحبكم أحبتي أجمل ترحيب وترحيب موصول بضيفي سماحة الشيخ العلامة الدكتور نور السعدي تحياكم الله سماحة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بكم تحياكم الله أخي وحبيبي وصديقي شيخ عمار تحية لك ولكادر القناة المحترمة والمشاهدين نبارك لكم حلول شهر رمضان تقبل الله صيامكم قيامكم طاعتكم بأحسن القبول إن شاء الله مبارك لنا ولكم إن شاء الله والإسادة المشاهدين هذا الشهر الفضيل نبدأ على بركة الله بعد فاصل قصير ابقوا معنا ابقوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي مرة أخرى عدنا لنبدأ هذه الحلقة وهذه الرحلة الرمضانية بمناسبة شهر رمضان المبارك لا سياما ونحن في اليوم الثاني من أيام هذا الشهر الفضيل وكرروا ترحيب بكم بضيفي سماحة الشيخ الدكتور العلامة نور السعدي حياكم الله سماحة الشيخ سماحة الشيخ شهر رمضان فرصة لماذا؟ طبعا لا بأس أن نفهم أن فلسفة الإسلام الحضاري هو الاهتمام بكافة الجوانب ومنها الجوانب الصحية أو الجوانب المعنوية والجوانب المادية أضافة إلى جوانب الفكرية الثقافية والقرآن الكريم يزخر بتلك المعاني والروايات الشريفة أيضا تزخر بتلك المعاني من تلك الأمور هو ترتيب علاقة الإنسان مع نفسه مع جسمه ولعل الصوم جزء من هذا إنه إحنا عندنا روايات تقول يحرم إذاء النفس يحرم قطع شيء من الجسد هذا علاقة مع هذا الهيكل الذي أعطاه لنا الله سبحانه وتعالى بنفس الوقت هو يعطيه فترة بهريز استراحة سنوية لغرض أسباب أخرى مثل ما تروي الزهراء سلام الله عليها إنه الصوم فرضه الله حتى يتساوى الغني والفقير وفي رواية أخرى عن الصادق سلام الله عليه حتى يحس الغني بألم الجوع وقضية العطش هذا يجعلنا أمام فرصة يعني مثل اليوم اللي إنسان تأتيه فرصة لفترة نقاحه لو أحد يطيه هدية إلى سفرة مجانية إلى مكان يريح النفس فأكيد تفويت تلك الفرصة يعتبر نوع من عدم العقلانية فكيف بك وأنت تتوحد في كل سنة مع عدة مناسبات تجمع المسلمين عموما منها مثلا موسم الحج المبارك يجمع ملايين الناس ولعل اهتمامه يشمل ملايين البشر من المسلمين ومن ناحية أخرى شهر رمضان المبارك الذي تجد فيه المسلمون في كل بقاع الأرض يحتفلون ويقيمون طقوس خاصة بأيام وليالي الشهر الفضيل نعم سمحت شيخ قرأت عبارة وأريد أن أتحقق من صحة هذه العبارة يعني يقال أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله فصار سيد الأنبياء ونزل على شهر رمضان فصار خير الشهور ونزل في ليلة القدر فصارت خير الليالي أو أفضل الليالي ما مدى صحة هذه العبارة هل أن شهر رمضان ميز لنزول القرآن فيه أم أنه هو لكونه شهر رمضان ميز أحسن طبعا هذا العلماء يبحثونه بحث لطيف شي يقولون يقولون أصلا شهر رمضان بمناسبات منها نزول الصوم طبعا نزول التوراة والإنجيل والزبور كان كله في شهر رمضان يعني فيه ستة وفيه ثمانية وفيه ثلاثة عشر ومنها نزول القرآن كما يقال فيه 23 من شهر رمضان ليلة القدر يعني أصلا هو يملك خصوصية أن فيه كان نزول القرآن أضيف الصيام إليها يعني أصلا تشذع الصيام كان بعد ذلك كما هو معلوم أن الصيام ما شرع في بداية الدعوة بداية البعثة وإنما عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة يعني بعد أقل شيء 15 سنة أو أكثر من 15 سنة من البعثة النبوية شرع الصيام وآية الصيام تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني الصيام سنة إلهية تشمل كل الشرع هذه صفة مهم جدا أن نفهمها شيخنا أنه شهر رمضان يملك عدة خصوصيات منها نزول كل الكتب السماوية فيه التي سبقت الشريعة الإسلامية المطهرة بعد ذلك كان ومن ثم أضيفت إليه مثلا يعني لشهر رمضان خصوصي قبل نزول القرآن قبل نزول القرآن وجود كل الكتب السماوية فيه بعد هناك رواية للباقر سلام الله عليه يقول لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله ولعل هذه الدعوة ترد على السيد القزويني عندما يقول أنه يعني شهر رمضان يرمز إلى الحر وكذا هنا الرواية تقول أن هذا اسم من أسماء الله بغض النظر عن أنه يتعلق بحالة زمنية ولذلك يقول الإمام الباقر يقولوا شهر رمضان المبارك لأن الإسم لله يضاف إليه شهر فيصح القول وهذه رواية أيضا موجودة بنفس المعنى للإمام الصادق سلام الله عليه أنه شهر رمضان اسم من أسماء الله رمضان اسم من أسماء الله الحسنى رغم أنه أنت من تبحث بالأسماء ما تلقاوية تسعة وتسعين لكن هذه رواية أن الإمام المحصوم أن رمضان واحد من الأسماء الحسنى جيد إذن لماذا مويزة شهر رمضان؟ تمييز شهر رمضان كما مويزة غيرها لأننا نعلم أن التفاضل هو وجود خصوصية لهذا الشهر خصوصية أن فيه الأعمال مضاعفة هذا الشهر تعوير يعني هو السؤال لماذا هذه الخصوصية لهذا الشهر؟ لماذا أنت من هذه الخصوصية لرجب أو شعبان أو غيره من الشهور؟ أحسنت الاختيار الإلهي يكون مقرون بشيء يعني مثلا الحاج يكون مقرون بالسفر ويكون مقرون بالتواجد في مكة المكرم يعني لا يصح ماكو حاج عدنا بغير الديار المقدسة شهر رمضان لأنه مقرون بالصوم يعني هو وكمان أعلم أن هذه العبادة تترقى بالإنسان يعني أثناء فترة الصيام يجد الإنسان فيوضات طبعا هذا المقبل على الصيام مو هدول المتذمرين اللي هو أول يوم يقول شوكت يجي آخر يوم أو شوكت يخلص أو يعني يتأوه ويتأفأف لوجود لقرب شهر رمضان أصلا لا لا الذي أقبل على شهر رمضان بروح طيبة إنه هو يقول أقبل إليكم شهر هو أفضل الشهور هذا اللي يقبل يشعر بأنه هناك فيوضات أثناء نهار الصوم التي يتساوى فيها الإنسان ويترقى حيث يصل إلى مراتب الملائكة الملائكة لا تأكل ولا تشرب وأنت في نهار الصيام لا تأكل ولا تشرب بالإضافة إلى وجود الرغبة إنه ربما لدى الملائكة لا يوجد رغبة بالأكل لكن هنا وجود الرغبة يجعل هذا مختلف أما لماذا بالذات فيبقى هناك شيء اسمه الشأن الإلهي يعني إحنا ممكن أن نفهم العلة لا مكامل جزء علة من أنه شهر رمضان هو أفضل الشهور لإقترانه بكل هذا جيد سمحت شيخ نحن تحدثنا بماذا ميز لماذا ميز عفوا الآن نتحدث بماذا ميز بماذا باعتبار أن الصيام جاء متأخرا عن الشهر أول الشهر وفضله إلى آخره ثم بعد ذلك أضيف له الصيام لهذا الشهر إذن بماذا ميز شهر رمضان أحسن طبعا إذا تبحث بكل القضايا التي تخص الأشهر كلها تجد أن فيها خصوصيات طبعا الأفضلية كما بينا الأفضلية تختلف عن الأحسنية يعني عندما تقول هذا أحسن من هذا ليس كما تقول هذا أفضل من هذا لأن الله تبارك وتعالى في القرآن يقول فضلنا بعض النبيين على بعض يعني أكو ميزة اختصت به تختلف عن هذا ليس معنى أنه أحسن منه وهذا فرق كبير حتى لا يشعر بعض أن هناك النبي أحسن من النبي لا لا أفضل لأن هناك فضيلة تمتع بها تختلف عن الفضيلة الأخرى ولذلك نسميها فضائل السور ليس أحسن السور يعني فضيلة هذه تختلف أن هذه قلب القرآن وهذه تصف الجنة وهذه يعني تجعل الإنسان يعيش العذاب الأخرى شهر رمضان يحمل أفضلية ليس بمعنى أنه أحسن من باقي الشهور لكنه فضل بصفات معينة منها كما أشعرنا اجتماع كل نزول الكتب السماوية فيه وفيه الليلة المباركة أن أنزلناه في ليلة مباركة الله سبحانه وتعالى يقول وفي مكان يقول أنزلناه في ليلة القدر حسن هذه الليلة هي نفسها نعم لبعض يقول هي نفسها هذه الليلة المباركة والليلة الليلة القدر هنا ليلة القدر ما هي ليلة القدر ليلة القدر التي يقدر فيها كل شيء تماما مثل الميزانية السنوية التي تعد من قبل الدولة تحتاج إلى مجلس وزراء يعدها ثم تذهب إلى البرلمان ثم تعود ولهذا في يوم 19 وفي يوم 21 الإبرام كما يقول الإمام الصادق وفي 23 القضاء أول شيء القدر تقدر ثم بعد ذلك مبرمى تكون في 21 23 تكون نعم سمحت الشيخ يعني هذه جزء من أفضلية شهر رمضان جيد سمحت الشيخ شهر رمضان مرة يأتي بالصيف مرة يأتي بالشتاء مرة يأتي بالصيف الحارق واللاهب مرة يأتي في أجواء مثل أجوان معتدلة ولكن يشق على أصحاب المهن والحرف الصعبة نعم فأليس إن جاء في الصيف الحارق أو في أيامنا هذه لمن يعمل بالأعمال الشاقة أو ليس هو تكليف بما لا يطاق طبعا هذا السؤال يسأل دائما جزاك الله ألو بخير التكليف بما لا يطاق نحن عندنا نص يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حسنت هو هذا المعيار اليوم الإنسان الذي يعمل بمكان لا يطيق فيه الصيام خب وجيزة له يعني موجودة مساحة لكن هذا خب مو كل الناس على وجه الأرض هي تعمل أعمال شاقة أو لا يطاق لا لا بالعكس البعض يعمل بسيارة مكيفة البعض يعمل بمحل بالظيل البعض موظف البعض أصلا عمل بعد الظهر يعني المعيارية أنه لدينا شهر للصيام أما تعلق المهن بأصحابها فهذا شيء متغير جيد سبع حرارة في أيام الصيف اللاهب نعم صيف الحار أحسنتم طبعا في أيام الصيف اللاهب لما تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية وساعات النهار طويلة جدا يكون النهار ثلاث أرباع اليوم 24 ساعة أو 23 ساعة صيام أو 22 ساعة صيام هذا طبعا في بعض البلدان حل بطريقة يعني أنه بالمقارنة بالدول المجاورة أو البعض يعني أنا شفت فتاوى تقول يسافر إلى دولة معتدلة لأن هذه الدول التي تتمتع بهذه 22 ساعة نهار هذه الدول معدودة جدا وسكانها قليلين يعني مو دول يعني من الدول الكبرى أو الدول المعروفة لا لا دول صغيرة جدا مكانات يعني ربما في أطراف العالم وحتى إذا لم تكن فما يوصل إلى 18 طبعا وموجود حل سؤالك الجواني حتى عبد العراق يصل إلى 16 و17 ساعة في أيام الصيف سؤالك نعم أنه إذا وصل إلى هذا الحد اليوم نحن نرى أن الصيام يجري والناس تصوم وهذه حقيقة مفترضة على صفحات التواصل الاجتماعي فقط أنه تكليف بما لا يطاق يا أخي الناس جاي الصوم مسألة طبيعية الصوم بتموز والصوم بآب نعم البعض يصل إلى لماذا لا نذهب إلى مسألة النسيء ومسألة التقويم الهجري والميلادي الهجري الذي طرح من قبل البعض وقال أن شهر رمضان ثابت وأن التقويم ثابت لا يدور وأن شهر رمضان يأتي في أيام الاعتدال طبعا هذا الموضوع رد عليه من قبل كثيرين ونحن اليوم بما أنه انت طرحته نرد على هذه النظرية أنه شهر رمضان مر على الأئمة طوال 250 سنة يعني منذ أن تم تشريعه إلى الغيبة الصغرى اللي هي 329 للهجرة يعني 300 سنة أهل البيت بأكملهم يصومون ما طرحوا هذا الكلام ما أمر أنه يعني صاموا كما نصوم اليوم ما ورد أنهم يصومون في وقت معين هذا واحد لدينا روايات عن أمير المؤمنين تقول أن أحبوا وحبوا من دنياكم ثلاث الضربوا بالسيف وإكراموا الضيف والصوموا في الصيف يعني هو لو كان دائما يجي في مكان خب الإمام يعني يطرح الصوم المستحب لو يتحدث عن مطلق الصوم أنه هو يحب أن يأتي الصوم في الصيف فيكون أداؤه صيفا هذا ثانيا المسألة الثالثة أن التقويم الهجري خاضع للمشاهدة يعني الآية تقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتهم يعني قضية الصيام واحدة من الأمور المتعلقة بمشاهدة ورؤية الهلال إذا أنا أقول أنه ثابت فماذا أفعل بالقمر ممكن أن يهل الهلال الشار في يوم 15 يعني شلون مثلا شي سوي لها شو أنا حلها إذا أنا مثلا صايم والأول يوم والقمر كامل يعني شلون يعني أنت تدري أكو فرق 11 يوم إذا ثبتت يصير عندك مشكلة يعني أنت أول يوم رح يصير عندك بواحد من الأشهر بدر القمر زي أنا وشلون تقويم قمري وشلون ثابت يعني أكو غير طرح لو أنا أعتمد على رؤية الهلال والهلال كما هو معلوم يتراوح من 29 إلى 30 يوم ويثبت وفق التقويم الهجري يأتي الهلال كما نريد مو كما يريد أصحاب هؤلاء يعني بتقويمنا اللي ينقص 11 يوم كل سنة الهلال يطلع أول يوم يعني أصلا الثاب بالتقويمنا مو الثاب بالتقويم غيرنا يعني أسوى من يقولك يأتي بواحد عشرة مثلا خوة بواحد عشرة ما ممكن أنه يكون مصاحب لمشاهدة الهلال يعني كيف هذا مثلا شون نحله شون نجاوب على هاي أنه أنا اليوم هل سلصمنا اليوم إحنا عدنا ثاني يوم الهلال أطلع شوفه وراح آخر يوم تشوفه إذا ثبتت كيف تتعامل مع رؤية الهلال وهذا أمر أصور يعني نعم يعني صار بيه الكلام كثير لكنه جدلي ما أعرف ليش مع للم الحقيقة واضحة جدا سمحت شيخ هناك مروية أن الشياطين في شهر رمضان مغلولة نعم وهناك من يجدن ويقول أن الشياطين وحادثة منذ أولها منذ حادثة آدم وأكل التفاحة هي ليست إلا قضايا اعتبارية لا يوجد مخلوق اسمه شيطان قضايا اعتبارية أكل التفاحة ثم نزل ثم الشيطان أزلهما وأغواهما وإلى آخره هذا بين ما بين الله أن الشيطان هو هكذا يعبرون أن القصة قصة اعتبارية ليس إلا أحسنتم طبعا هذا الاتجاه موجود نعم نحن نقر بأن البعض يذهب إلى أن القضايا في القرآن الكريم هي قضايا رمزية ومنها القصص القرآني لأن أنت من تجي اليوم تعتبر أن القصص مثلا حسب أدلة هذا الاتجاه القصص القرآني الله سبحانه وتعالى ما يريد للقرآن الكريم كتاب حكايات أو كتاب قصص ولهذا تجد مثلا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب النبي الفلاني يعني اذكر أنت كتاب الهداية الكامل وكأن الله يوجه بمن يكتب أو يريد أن ينزل التعليمات أنه اذكر هذا اذكر هذه القضية ككتاب هداية لاستقامة الدنيا نعم لكن نحن نريد أن نقول هنا الإعجاز أن تكون هي حقيقية ورمزية يعني هي جرت فعلا وبنفس الوقت ترمز إلى شيء اللي هو ما يستطيع المركب الواضع البشري أن يصنع الجمع هذا جمع بين الضدين لا لا سأنا أضرب لك مثل أنا أضرب لك مثل مثلا إبراهيم سلام الله عليه من ذبح ابنه إسماعيل يعني من وضعه ليذبحه لنفترض أن القصة حقيقية أن الله سبحانه وتعالى أني أرى في المنام أني أذبحك لكن بالمعنى الاعتباري إذا ذهبنا إلى المعنى الاعتباري أن الذبح في القرآن لغويا فصل شيء عن شيء يعني الرمزية التي تريد أن توصلها هذه الآية أنك يجب أن تفصل الرأس عن الجسد فكأنك تفصل الأفكار الموجودة عن الواقع عن جسده مثل اليوم نعيش في مجتمع يسود فيه الفساد فإذا نريد أن نجب شخصية نظيفة ممكن أن نفصل عن هذا الجسد هذه رمزية موجودة نعم ممكن لغويا أنه ترمز لكن هي الحادثة وقعت إذن هنا يطرح سؤال آخر نعم القضية أن الشياطين مغلولة نعم هي قضية اعتبارية ومجرد دفع معنوي إلهي للإنسان أنه يا إنسان نحن ترحجبنا عنك شيطان وفتحنا لك فرصة للعبادة والثواب الكبير لأعمال بسيطة جدا ذهب وتعبد طيب مجرد دافع معنوي ليس إلا طيب إذا ذهبنا إلى المفهوم الآخر اللي هو انتهش الرمضان يعني شنو يكون القضية محقيقية أنه الشياطين تطلق يعني شنو المقصود أنا من تغل الشياطين يعني هذا مثلا شنو معنى في غيرا مثلا هو هذا المعنى ما موجود لو شنو نذهب يعني شنو نحلها أصلا الشيطان ما موجود زين شنو يقول الله سبحانه أصلا هذا دافع معنوي شنو نغله ماذا يعني ما الذي يغل إذا الشياطين تغل وهي اعتبارية الله سبحانه وتعالى شنو يغل مثلا عبث الله سمح الله هو مجرد دفع معنوي أعطاء للإنسان دفع معنوي ليس إلا أحسنتم نرجع للقرآن الكريم إنه خلق الجان من مارج من النار بعدين الشيطان خلق خلق من هذا يعني من الجان وكان من الجني الله سبحانه وتعالى يقول ففسق يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن موجود وكيان ومخلوق من مخلوقاته لأنه عدنا مثبتين بالقرآن الكريم الجن والإنس وهذا كان من الجن يعني هو من الجزئين الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وبالمناسبة بالبحث القرآني إبليس يختلف عن الشيطان إبليس يختلف عن الشيطان الشيطان شيء وربما يكون الشيطان هو هذه الحالة اللي ممكن تكون عند الإنسان أما إبليس لا إبليس مخلوق من مخلوقات الله كان من الجن ففسق لنا الله عندما يصف يقول إبليس ما يقول الشيطان فاستعيذوا ألا كلنا البحث إذا نريد أن نسقه ونرجع له مثلا في حلقة مختصة أن نفصل بين الشيطان وبين إبليس ونريد أن نثبت أن إبليس من المخلوقات التي خلقها الله موازية للإنسان وكان منها والقرآن يثبت ذلك فكيف نقول أنه غير موجود أو رمزي إذا كان القرآن يثبت وجوده بموازات الإنسان جيد سمحت شيخ نرجع إلى الصيام والصوم هناك مصطلحان الصيام والصوم وهناك صوم الجوارح وصوم الجوانح قوى على قدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي لو تفكك لنا هذه العبائر الفرق بين الصوم والصيام وما هو صوم الجوارح وما هو صوم الجوانح أحسنتم طبعا هذا من جوهريات الشهر أن يفهم الإنسان أن الصيام هو المفهوم والصوم هو المقصود يعني الصيام مفهوم عام اللي هو بمعنى الامتناع والامتناع عن كل شيء والصوم هو الحجة التي يمكن أن يتمسك بالإنسان يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن كتب عليكم الصيام ليس الصوم ولذلك الصيام هو العبادة التي تقتضي من القيام أما الصوم الصوم هو المعنى اللغوي للامتناع عن كل شيء ولهذا صوم الجوارحي والجوانح شوف لأنه أنت من تقول صيام الجوارح والجوانح معناه أنه أنت تتحدث عن المفهوم الذي يريده الله بالآية اللي هو الامتناع عن الأكل والشراب فكيف يشمل الجوانح جوانح وما تمتنع عن الأكل والشراب اللي هي هاي الأشياء الأخرى في حين الصيام اللي هو يكون به الامتناع عن الأكل والشراب طبعاً نأتي إلى صوم الجوارح ونحن بأمس الحاجة في هذا الزمن إلى تطبيق هذا المفهوم الجوارح يعني اليوم نرى كلمات نابية من اللسان تصعد السيارة تمشي بمكان للأسف الشديد وربما وصل الموضوع إلى البرامج التلفزيونية ووصل الموضوع إلى نجوم السوشال ميديا يتلفظون بألفاظ في سبيل المقابل بس يضحك وفي سبيل المقابل بس يتابع وفي سبيل المشاهدات يتلفظ بألفاظ هذا اللي نسميه صوم الجوارح هذا المفروض اللسان اليوم أنت مثلاً شوف مقاطع بيها هي هاي اللي نشروها البعض أو أنت تسمع مثلاً فرد مشادة كلامية ببيت وبيها ناس تطلق بعض الأسرار وانت وين تطلق العنان لأذنيك حتى تسمع أسرار جيرانك أسرار جزء من أفراد عائلتك عندهم أشياء أنت وين لا سمح الله هذه الأذن ما صايمة هذه الأذن مفطرة هذا اللسان غير صائم في نفس الوقت اليوم التلذذ برؤية ما حرم الله سبحانه وتعالى اليوم بالأماكن المزدحمة يكون هناك تلامس بالأيدي ربما بسيارة بسوق هذا تلامس الأيدي معنى أن هذه الأيدي لم تصم لله ما امتنعت عن المحرمات ونشوف للأسف الشديد ببعض الأسواق أنه تصير أشياء كلش خادشة للحياء يعني عندنا بعض الناس مثلا اللي يبيعون ونوجهلهم يعني يطلق كلمة حبيبتي عزيزتي على اللي يشتري مثلا بيش هاي قالها حبيبتي بكذا منه سمح لك من الذي سمح لك أن تطلق هذه العبارة على امرأة أجنبية عنك وانت اليوم بحجة والله أنا متعود احنا كذا ما بيه شي شنو ما بيه شي احنا اليوم في شهر يفترض أن نذكر بهذا اللي هو صوم الجوارح اللي المفروض هو ما بييفطار صوم الجوارح ما بييفطار اكي واحد يفطر عن الحرام ويفترض أن يكون هذا متجذر كثقافة في المجتمع الإسلامي أو لعله نقول يصل إلى أن يكون من البديئات يعني ما نتحدث به أصلا أنه الإنسان يمنع كل جوارحة عن ارتكاب المحرم إلا فيما حلل الله كل هذا اللي نهينا عنه محلل مع الحلال اللي هي الزوجة المحللة الشرعية بإمكان الإنسان أن يمارس كل ما حرم الله عليه مع الأجنبية معها ولذلك هو ما يسمح باستعمال هذا لأنه موجود كمتنفس هو ممنوع على الإنسان مطلقا لا إلا في قانون وفي حدود قانون سماحك شيخ عفوا قبل أن نكمل الحديث هذه نقطة مهمة الله سبحانه وتعالى أو دع فيه هذه الغرائز أو دع فيه حب الطعام والشراب أو دع فيه هذه الغرائز بكاملها إذا الله سبحانه وتعالى وهبها لي لماذا يمنعها عني؟ يمنعها لكي لا يخرق القانون شوف المشاهد لا يغفر طيب أنا ما أغرق قانوناني بينه وبين نفسي لا لا يغفى عليه أنه إحنا اليوم عدنا شيء اسم الأمن المجتمعي أنا ما يصير يصير كل القضية عشوائية بحيث توصل مرحلة مثل ما نشوفه اليوم بالغرب وصل مرحلة من البرود الجنسي بحيث أصبحت الناس تخرج بالشوارع بالملابس الداخلية ولا يتحرك شيء شنو سبب هذا؟ غير سبب أنه هو صار إشباع إلى حد التخمة أنه ماكو أي شيء حركي قام يضطرون يروحون إلى الشذوذ والعياذ بالله اليوم أكو سؤال أنت ذكرتني ولا يخفى يقولون يا أبا والله المتزوجين بشهر رمضان يقوم يسئلون والله أنا إذا داعبت الزوجة أو إذا ويقول له والله إنت سنة كلها طبعا هو هذا ثمار الصوم هذا وهذا ثمار الصوم تحصيله الشوق إذابته الجليد بالعلاقات هو أصلا يعني الروتين القاتل يكسره الصيام من حيث الأكل والشروب والنوم والعلاقة علاقة مع الأهل الأقرباء فضلا عن العلاقة مع الزوجة فليش نستغرب من يقول له أنا والله شو؟ نعم لعدان الشريد هو هذا أصلا لبما أحتاجه أنه العلاقات الجامدة الباردة بين الأزواج تتحرك فما باله كأنه يجي شيء إلهي يزرع الشوق والمحبة ويخلي هذا الأمر المتاح المباح مقيد بساعات لأيام معدودة طبعا فيجعل الأمور متجددة سؤالك تقول يا بانا أو دع الله فيه نعم أو دع الله فيه غريزة حب أكل الطعام الطيب هذا أحل لكم أحل لكم صيد والبر والبحر ماهما ماكو ماكو مانع بس أكو مكانات ميسير أنا أعلم بها الحكمة هذا بيناب هذا بي مخلب هذا خالي من الفلس أنا أنظم لك وأنت سوف تكتشف إذا أردت بقانون التجربة اللي رح يكلفك أجيال ومئات السنين رح توصل النفس النتيجة مثل ما اليوم سوف يصل الغرب إلى القناعة بالحجاب والقناعة بالصوم وجاء يشوف يمثلونه بطريقة للتجربة يقول لك والله من أعظم علاجات الحالة النفسية والجهاز لهذه من الصوم المتقطع طيب ما أنا أمطيك يا قبل 1400 سنة أنا أمطيك نتيجة أنت ليش تجي أولا 1400 سنة تقول لي نعم هذا طلع صحيح وبعدين يعني أنت شونه مثلا أنتري تثبيت لشيء أنا متأكد منه وجانب آخر أيضا الغرائز الموجودة تحول الإنسان إذا تعامل معها بغير قيد إلى وحش أنت اليوم شفت التجربة تجربة الكون 21 أو تجربة هاي المرأة اللي خلت جسمها عاري وخلت أسلحة وسجينة وتركت لهم حرية التعبير لعدة ساعات التجربة موجودة وصلت مرحلة إنه يشيلون السكين ويقطعون من جسده ونظرية الكون 21 اللي يردق رأها هذا اللي جاب مجموعة من الأفيران جرذان ست جرذان أو أقل وخلالهم كل وسائل الترفيه والراحة وصلوا أن يأكلون بعضهم هذا موجود تجارب موجودة اليوم اللي حبي راجع تجارب عالمية معروفة نعم ومصورة بالفيديو أو مصورة ويمكن مطلع عليها أكثر الناس هاي شون تثبت تثبت نظريتنا ولو إحنا ما محتاجين أن نثبت نظريتنا لكن هذا احتجاجنا عليهم سوف تجربون وتصلون إلى ما وصلنا إليه فما الفائدة ما أحدا مما بدأ سماحت شيخ أعود إلى سؤال الفرق بين الصوم الصيام وصوم الجوارح وصوم الجوانح حتى أنتقل إلى محور آخر نعم صوم الجوارح كما قلنا هذا أما صوم الجوانح صوم الجوانح عن التفكير مثلا في الاستغابة يعني أنت اليوم صايم جسمك نعم بس أنت في ذهنك وساوس أو أنت ممكن أن تفكر بأشياء أو ربما تنوي على أشياء إذا كانت جوانحك قد صامت اللي هي هاي جنبات الروح أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويقوم يستشعر اللذة اللي إحنا نسميها اللذة العقلية التدرج العقلي اللي هو يخلي الإنسان يعيش مثل ما أمر عليكم إنه واحد من العلماء يقرأ فإذا به يصيح أين الملوك من هذه اللذة يعني أنت جاي تصور إنه هو ربما يعيش بأجواء تعبانة فقيرة ربما يعني متعبة هالكة لكن يشعر بلذة ربما يقول لو علم الملوك هذه اللذة لحسدونا عليها كما يقول النبي لو علم الملوك لذة الإيمان لحسدونا عليها يعني المسألة العقلية أكثر متعة من المسألة المادية والدليل أنت أسأل يوم تشوف إنسان يخوض بطولة كاملة حتى يطوب مدالية المدالية شنو يعني شيء معنوي شيء يجعله يشعر بلذة الفوز أو أنت اليوم تشوف فرد تكريم إنسان ممكن يبذل جهد وأيام والتكريم درع يخليه درع مبلغة جدا ربما بسيط لكن هذا مقياس على أن اللذة المعنوية هي لذة أكثر سعادة للإنسان من اللذة المادية التي هي على ضوءها يتدرج مثلا بالعلم يعني أنت اليوم من يريد توصف لك واحد أو تقول هذا الفلان الفلاني هو مثلا بذل جهد طويل لسنوات حتى يحصل على لقب علمي أو يحصل على خبرة هذه الخبرة ربما تقيم بكلمة مثلا في رسالة تعكس تعكس مدى ومقدار الجهد الذي بذله صوم الجوانح هو ما يريده الله سبحانه وتعالى لمن ترقى في الصوم يعني حصل على مراتب عليا يعني الصوم ابتداءا من اليوم يجي اليوم طفل هالسان عمره مثلا موالد 2009 المكلف هاي السنة موالد 2009 المكلفة من البنات 2015 هذا من يصوم أول سنة ومثل ما يصوم الإنسان وراء 40 سنة هذا مقدار تكون الفكرة عنه والفلسفة تختلف عن مقدار الفكرة بعد 40 سنة من تقادم القضية وتجربة نتائجها اللي احنا نقول الترقي العقلي الذي يريده الله سبحانه وتعالى بس مو الطريقة اللي يسويها الغرب لا حتى واحد يجي يقول لي انت الساقلت هناك راح تجربون وهنا تقول راح يجرب لا انت مرة تسير على طريق صحيح فتحصل على نتائج صحيحة ومرة لا تسير بطريق يتخبط بك فربما تكون سائرا بعكس الاتجاه الصحيح تماما مثل اللي يركب القطار الخطأ كل ما زادت المسافة زاد البعد عن الهدف انت اليوم قطارك يذهب الى الشرق قطار خطأ الى الغرب كل يوم كل لحظة هي بعد عن الحقيقة هكذا من يسير في غير ما اراد الله سبحانه وتعالى فيكون خطوة اكثر بعدا عن الحقيقة سمحت الشيخ القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء شهر رمضان يمنعنا من الطعام ويمنعنا من الشراب ويمنعنا حتى من السقائر للمدخنين طبعا الحمد لله لست بمدخن وهذه من طبيعتها ان تعكر الصفوة تجعل من الانسان انسان عصبي ويثار ممكن بسهولة ثم تأتي الروايات لتؤكد على حسن الخلق وحسن التعامل مع العيال وان من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط يوم القيامة اكو تناقض؟ فعلا طبعا للوهلة الاولى اللي يسمع هذا الكلام يقول يعني فعلا اكو تناقض لكن لا ليس هكذا وانت تعلم طبعا رب سائل يعلم الجواب لكن القضية اين؟ انه انا اتعامل مع شخصية بالتعامل القياسي يعني كما خلقت لكن داخل الانسان مجموعة اهواء وغرائز مجموعة الاهواء والغرائز تذهب به شرقا وغربا فيضيع مركز التحكم اللي هو الكونترول مركز التحكم اللي يستطيع قياس الى اين ذهب الانسان اكثر الصيام هذا الميزان هو هذا المعيارية انه انت ضبطت اخلاقك انت قادر على التحكم بجسمك ونفسك وجسدك في حال اذا انت جوعان او عطشان لو تكون نار كبرى تحرق الاخضر وليابس على عيالك وعلى جيرانك وين المعيارية ولهذا انت تشوف اليوم ناس بالغ فوصل الى حد السمنة والبعض بالغ فوصل الى حد النحافة والبعض عصبي جدا هذا المجتمع يحتاج لضبط كنترول هذا يفترض ان نفهم ان الصيام هاي وظيفته انه يحافظ ان المعيارية هاي اللي على ضوها يكون التوازن عند الانسان لذلك لذيذ جدا مهم جدا الصيام جدا مهم انه الانسان يفهم انه هو ضابط نفسه وعصبيته لو لا لو هو انسان عادي جدا جدا عادي يعني اذا مرت به التجارب ما يختلف عن اي انسان بسيط لو لا هو انسان وصل الى مرحلة البناء الفكر الذاتي العقلي بحيث انه ما يأثر علي النكبات واشد النكبات الجوع والعطش لانه انت تشوف حتى بيوم القيامة اللي يوصف هو اليوم القيامة بالجوع والعطش عطش يوم القيامة وجوع يوم القيامة مو ألم يوم القيامة وانما هذا هو يكون اكبر ألم لانه ما اكو صوت ما اكو صوت مؤلم اكتر من صوت الجوع كل ضربة ممكن أن تهون لكن ضربة الجوع صياطة الجوع اللي يتمزق البطن ما تحتمل أبداً ما تغتفر أو ما يستطع الإنسان أن يتحملها فكيف بالإنسان اللي ما شاف هذا الموضوع جيد سماحت شيخ نقف عند صوت الألم أو ألم جوع عفوا عمر تسع سنوات للطفلة عندما تكلف بهذا العمر قد تجوع قد تعطيش تتأذى ممكن أليس مبكراً؟ هذا ممكن يعرضها لهذه السياطة اللي تفضلت بها جناباً طبعاً أحسنتم هذا مهم شوف إحنا بالدرجة الأساس بالنسبة للبنت اشتويني حفظناها بالبيت وبنت مدللة واليوم تدري الأدبيات الإسلامية قد تجعل البنت لها أهمية هي موجودة في البيت محاطة بالعناية بالأم المؤمنة الصابرة ممكن أنه يكون سحور متأخر قبل الآذان سحور جيد صحي مش شرطاً يكون كثير والإنسان يقعد حركة قليلة ما تستوجب منه الجهد حتى تذهب للمدرسة وترجع باعتبار أنت هذا العمر تتحدث ما نتحدث عن وظيفة نتحدث عن عمر مدرسة إذن هي تذهب للمدرسة وترجع تساهم بعد ذلك تصلي ممكن أن تنام بعد الظهر إذا دوامها ظهري يعني قصدي إحنا لا نصور المسألة على أنه هي ظلم شديد سمعت شيخ رابع وشنو المشكلة؟ يعني وتخلق إحنا اليوم عندنا أطفال يسهرون أنا ما أريد أن أرجع لهم محور التكلف بما لا يطاق لا لا إحنا لازم نبينها أنه إحنا اليوم أنا سعند بنت بالبيت بهذا العمر ما أشوف هذا الموجود إحنا نسحر كناه ونقعد الصباح بحسنة طبيعية ممكن أن يكون به شوية معاناة لكن الأجواء العامة ذا البيت كله صايم لا لا بالعكس يجي بالأفة أصلاً عندنا اليوم أولادنا وهو بهذا العمر أكلهم جداً قليل تلقى بالفطور يعكل وجوعان وبالسحور ليش لأنه أنت حفزت عنده هاي الخاصية مو هو مقضيها تشيبس وكذا أو يجي يصبون الأكل كل شيء ما يأكل لا لا يفترض أنه ننظر بنظرة إيجابية للصوم طبعاً أحسنتم على هذا السؤال هذا ممكن يدور في خلد الكثيرين أنه هاي طفلة صغيرة أخي إحنا ما جاي ننظر على أنه إحنا نخليها بمسؤولية عظمى إحنا نقلها امتنع عن الأكل يعني شنل وين المشكلة بهذا الموضوع حتى نصوره مثلاً للناس على أنه فرد هول كبير أو أطفال لا لا ثانياً إحنا عدنا أعذار اللي ما يطاق أو ما يطيق الشرع ما قال أنت أقتل نفسك لا عدنا مساحة إذا كان أكو طفل ضعيف البنية بنية طعيفة البنية لا سمح الله بهذا العمر تحتاج بعد نعم هناك إجازة لأن هذا سوف يقع ضمن من كان منكم مريضاً وذلك إحنا ما رح نخل الصوم يؤذي جسد أو يضر نفس أبداً والعياذة سمحت شيخ الامتناع عن المفطرات والامتناع عن المحرمات بشكل عام الامتناع عن المحرمات موجود يؤكد عليه لماذا في شهر رمضان والامتناع عن المفطرات أكثرها مباحات لماذا يصبحان بمستوى واحد في شهر رمضان أحسنت مرة أنا اليوم هس عندي قانون وظيفي عام إنه أنا ما أوظف واحد عمره إلا عمره 18 سنة وما أوظفه إلا عاقل وما أوظفه إلا سليم وما أوظفه بس أجي اليوم أريد أوظف واحد مثلاً بالقوات الخاصة أقول هذا إحنا منتهين منه بس أنا أريد طولة كذا أريد وزنة كذا أريد عمره محدد اليوم إحنا عدنا محرمات ثابتة بس أنت تدري شهر رمضان إحنا نمنع عن المحللات مو المحرمات يعني إحنا من نضيف أشياء مفطرات نقول مفطرات الأكل والشرب أكل والشرب مو حرام حتى أنا أمنع عن الحرام مستمر يعني شهر رمضان لا يمنع عن الحرام لأن الحرام أصلاً هو محرم مو يجي يقول هذا بشهر رمضان حرام لا يمنع عن أشياء محللة لساعات معينة حتى شنو توفر هاي اللي تكلمنا عنه إنه يكون الإنسان شوية أكثر رتبة من الحيوانات الباقية مو يشترك معها طبعاً بالمناسبة هذه الصفات نشترك مع الحيوانات به يعني وين نفترق عنها نفترق عنها بالقدرة على الامتناء مو كل الحيوانات أجلكم الله تأكل وتشرف وتتزاوج يعني هذا اللي تخلي سبيلها موجود إذن الامتناء في شهر رمضان عن المحلل عن قضية محللة عن الجنابل محللة عن القضية المحللة لساعات النهار فقط وحل لكم ليلة الصيام من رفثوا إلى نسائكم مو موجود هذا الموضوع وأصور الفكرة واضحة إنه إحنا في شهر رمضان نمنع عن أشياء إضافية ولا يكون التأكيد على تلك الأمور إلا لحرمتها سماحة شيخ بعض الديانات غير الإسلامية يعني تصوم لأيام متقطعة يكون لعله أخف وطأ من أن يصام ثلاثين يوم بشكل مستمر ومستوسق ومتتالي ومتوالي حتى يكون آخر الشهر متعبا جدا بحيث لما يأتي العيد يأتي بالفرح أنه انتهينا من ثلاثين يوما طبعا لا يخفى عليكم أنه الشرائع السابقة هي شرائع تعتبر مقدمات للشريعة الخاتمية يعني أصلا هو البشرية يفترض أن تكون في مراحل تترقى بها إلى أن وصلت إلى الشريعة الخاتمية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وعليه يفترض أن تكون هي هكذا أنه كانت في البداية إجراءات الصيام أقل وطأة أي قل كلفة وربما متقطعة أو ربما البعض يصوم عن اللحم فقط مثل ما موجود بعض فرق المسيحيين أو غير مثلا صوم عن الكلام فقط أو عن بعض الأمور ربما الأخرى أما الشريعة الإسلامية لا هي هذه الشريعة الخاتمية أنه وصلت القضية إلى النهاية أنه الصيام اللي كان متقطع الصيام اللي كان جزئي يصل إلى أنه يكون ثلاثين يوما أما أن يكون بالنهاية متعب نعم هو إذابة الشحم وبعض الروايات تقول إذابة الأمور الحرام الموجودة يعني فلسفة التطهير التام الجسدي والروحي حيث يوصل الإنسان كما في الروايات قذّاب الحرام من جسمه إذا كان موجود حرام وبالبعض والبعض يا أخي يمكن يتفق وياي المشاهد أصلا يسمن بشهر رمضان أصلا ما يضعف أصلا رمضان طبيا شهر رمضان وسيلة غير ناجحة للتنحيف يقول لك الصوم مو مو للنحافة النحافة مو بالصوم النحافة يرادلها رياضة ويرادلها حركات ويذابة شحوم أنت في شهر رمضان تخلي الجسم ينكمش على نفسه إذن هي مو قضية أنه الجسم ينحف بقدر ما يتخلص من سمومه أنت شايف يمكن والصائم كله يجرب يصير عنده جسد معصور منقع يشرب الماء يتنقى تماما الأكل يتنقى تماما ولهذا أصلا العلماء يوصونه بالصوم إلا في الحالات المرضية نعم سماحت الشيخ البعض يفرغ شهر رمضان من محتوى يعني هو صائم ويبتعد عن المحرمات ويبتعد عن المفترات لكن مثلا يقلب الليل نهار والنهار ليل يعني بالليل قاعد ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا لما تبدى ساعات الصيام الفعلية ما بعد السحور الصيام كله في هذه الأيام اثناء الساعة بعد السحور بساعتين ينام ثم لا يستيقظ إلا عنده أذان المغرب أو قريب من أذان المغرب هل يعد هذا إفراغ لمحتوى شهر رمضان طبعا شوف الناس أول هو يعد صائم من الحيثية الفقهية يعد صائم أو غير صائم نعم من الحيثية الفقهية يؤجر وما يؤجر نومه عبادة أو نومه غير عبادة صائم ويؤجر ونومه عبادة وليس هناك أي غبار عليه من الناحية الواقعية الظاهرية من ناحية الجوارح من ناحية الجوارح نعم من ناحية الجوانح من ناحية الجوانح وهذا اللي نبحث عنه أنت اليوم الناس مستويات الناس مستويات وقدرة على التحمل وأكو ناس لا ويسحر ويصلي ويطلع عنده دوام أكو ناس ما عنده هاي البحبوحة اللي عنده هاي البحبوحة أصلا بعض الناس أنا أعرفهم ببعض المحافظاتنا الجنوبية العزيزة هذولي يجمعون أموال شهر رمضان يقعدون بالبيت وما عندهم محل أو مطعم أو كذا هذولي يجمعون أموال يقول لك أنا شهر رمضان أخصصها أقرأ قرآن وأقعد بالبيت وأشوف عائلتي ممكن كلها مناهج كل واحد اليوم قدرته على التحمل وقدرته على عداء المسؤولية وقدرته على أنت اليوم أنا خبرتك العصر أنت قلت لي أنا إرهاق عندي بسبب أنه أنت طالع من الصبح وأنت صاحب مو أنت شخصيا شيخ عمار وغيرك كذلك اليوم من كل الناس الموجودين حولني تلقاهم مستويات بالتعامل مع شهر رمضان مستويات بالتعامل مع الحياة بعضهم إذا تجي فرد مشكلة يلطم على رأسك وبعضهم هو بنص المشاكل ليل ونهر قدرت الناس على التحمل والتعامل مع الحياة تختلف مثل هذا النموذج مثلا هو أيضا أدى عملية التغيير المطلوبة يعني إحنا مو نريد عملية التغيير المطلوبة شنو يعملية التغيير المطلوبة؟ هو جا يتعامل مع الصوم بطريقته الخاصة إنه أنا صائم يعني هو امتنع هذه الفترة اللي هو إحنا نريده هاي الفترة نقتل جسمه ما أدخل الهماء في هذا الوقت ولا طعام حتى وإن كان نائم بس حققنا الغرض وغيره اتعامل بطريقة أنه عفوني ما أقدر أروح لا أقدر أطلع وبعضهم لا والله يشتغلوا في فرن يشتغلوا في فرن وبعضهم واقف شفناهم اليوم يسا شرطة المرور المرين عليهم النهار كله واقف بالشمس صاهم وما يقول لك هو واجبة اثناء الساعة واجبة من كذا إلى كذا يأديه اليوم الواقفين يفتشون يحشون ويألاف الناس اليوم اللي بالمستشفيات كل واحد احنا مرد نعدد يطول بين المقام كل واحد وميزانيته ومقداره ومقدار قوة التحمل والجميع صائمون والجميع ان شاء الله مقبول صيامهم لكن حتى اللي نام النهار كل هذا مقبول صيامه حتى اللي نام النهار كله مقبول صيامه حتى اللي نام من أذن الفجر إلى أذن مأثوم ما صلى الظهر بس صيامه مقبول شرعا أمام الله جيد أخوه ما صلى الظهر يعني أكو وقت بعد هذا لأداء الصلاة يعني يقول لك أنا ما أصلي في وقتها لكن خلاص هو قصدي احنا عدنا صلاة مفصولة ونفصلة إذن هذه الدعوة لنوم شهار نهار صيام اللي يقدر هنيئا يقدر ينام ما عنده شغل هنيئا إلا خل ينام نومهم فيه عباد وأنفسك فيه يستحصل نفس الثواب واللي ما يقدر ينام شلون ما يقدر ينام يعني يقول له رؤنام يقول ما يقدر والله عندي دوام عندي شغل عندي التزام عندي عائلة جيد عندي شمبر عندي توك توك شوان هذا العلامة شيخ الدكتور نور الساعدي كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا في فضائية الأيام كذلك أحبتي شكري وخالص امتناني لكم لحسن الضغاء وحسن المتابعة أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت سحسانكم ورضاكم ورضا الله ولن وآخرا على أمل اللقاء بكم في يوم غد إن شاء الله إلى ذاك الحين سأدعوكم الله وسترعيكم في أمان الله وحبظه اشتركوا في القناة شكرا